أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة لواء يحيى رسول أن القوات الأمنية تعمل بجد ومثابرة وهناك متابعة وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة بضرورة مسك الحدود خاصة مع الجانب السورية مبينان أن القوات الأمنية تركز بعملياتها الاستباقية على مناطق شمال شرق سوريا كونها لا تحتوي على قوات نظامية تابعة للجيش السوري وأن ما يوجد فيها العديد من المجاميع الإرهابية وأشار لواء رسول إلى أن عمليات التحصين والتحكيم جارية بشكل كبير مع الجارة السورية لملاحقة ما تبقى من بعض العصابات الإرهابية وفلولها في الأراضي العراقية